الصديق العدو أو الفرينمي لما بيجي لك هو شكله ملاك بيعمل إيه؟ بيتودد إليك بيحاول يوصل لك إن هو ظهرك بيحاول دايما إن هو يعرف معلومات عنك عشان يقدر يستخدمها في الوقت المناسب حاجة تانية هو دائم الطلب يعني طول النهار بيقولك عامل لي كذا طبعا عايز كذا عايز كذا كل ده بالرغم من كده من وراك بيعمل إيه؟ بيحاول بقدر إمكان إن هو يخدر بيك عندنا مثال كده لطيف فيلم ملاك اسكندرية لو نفتكر أحمد عز وخالد صالح الجملة الشهيرة اللي قالها أحمد عز لخالد صالح قال له خدت كام يا منتصر جملة دي كانت من جمل الشهيرة جدا خدت كام يا منتصر وعمل له كده قال له اتنين يعني اتنين مليون كانوا بيقولوا أنا خدت الغدر والخيانة دي تمن اللي أنا عملته معاك فالمثال شهير من التاريخ عايزين نركز عليه الرئيس رقم اتنين ورقم ثلاثة لأمريكا رقم اتنين لأمريكا كان اسمه جون آدمز ورقم ثلاثة كان توماس جيفرسون عايزين ناخد بس كده يعني معنوات بسيطة عن القصة تم جون آدمز هو كان قصير قوي كان شكله مش لطيف كان شعره خفيف شوية كان فقير وما كانش من عيلة كبيرة التاني بقى اللي هو توماس جيفرسون اللي هو رئيس التالت كان غني جدا كان من عيلة كبيرة كان سمارت فدي كانت غالبا احد الاسباب النفسانة بتاعت جون آدمز اللي هو رئيس رقم اتنين على توماس جيفرسون اللي هو رقم ثلاثة ودي كانت اول حالة في تاريخ امريكا رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب الرئيس البعض جون آدمز رفض حفل انه يحضر حفل تنصيب توماس جيفرسون اللي هو اساسا كان صديقه هما كانوا اصدقاء برغم ان كل واحد منهم كان بينتمي لحزبه معين وامرات توماس جيفرسون اللي هو رئيس التالت ماتت فجون آدمز اللي هو رئيس التاني قال له احنا بنعتبر الجزء من العيلة بتاعتنا شوف العلاقة وصلت الى هذه الدرجة من القوة في نهاية المطاف لما دخلوا بقى في الصراع على انه هو مين يمسك امريكا وفي الاخر فاز في الاول جون آدمز وبعدين جي بعده توماس جيفرسون ياريت المشاهدين يدخلوا وتفرجوا على مشهد موت جون آدمز قال ايه هو بالمناسبة ماتوا الاثنين في نفس اليوم وبينهم اربع ساعة صدفة عجيبة صدفة غريبة جدا وبالمناسبة اللي مات في الاول هو الرئيس التالي اللي هو توماس جيفرسون لكن جون آدمز كان فاكر انه هو اللي بيموت في الاول فالجملة الاخيرة اللي جات في الفيلم بيقول لابنه متهيقل انه لسه توماس جيفرسون عايش يعني عايز يقول له هو حتى محظوظ ان انا هموت قبل هو بالفعل كان العكس اللي حصل يعني حتى وانت بتموت بتحاول انك انت تنتقم من الشخص اللي هو في يوم من الايام كان صديق ليك